محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني نشرت عهدك وكتابك اللهم فاجعل غريفيه عبادا وقراءتي تفكرا وفكر احتمارا واجعلني ممن اتعظى ببيان مواعظك فيه واجتنب معاصيك ولا تضع عند قراءتي كتابك على قلبي ولا على سمعي ولا تجعل على مصري شاوى ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدفر فيها بل اجعلني أتدفر آياته وأحكامها أخذ بشرائع دينك ولا تجعل نظري فيه غفلة ولا قراءتي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وعلموا أن ما ظلمتم من شيء فأنا لله خمسه وللرسول فأنا لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعات والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة المصرى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلقتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا ولكن ليقضي الله أمرا من كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسنيع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليحضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الهمور يا أيها الذين آمنوا إذا نقيتم بئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالا وقال لا ظالم لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت البئتان لكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترام إني أخاف الله والله شديد العطاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها أداء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يغرمون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلاب للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بردوبهم إن الله قوي شديد عقاب ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعنها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تتقفنهم في الحرب فشرئ بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبب إليهم على سواء إن الله لا يلعب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سباقهم إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن عباق الخير ترحبون به عدو الله ترحبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تغلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السبيع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حلغ المؤمنين على الغتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفق الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله أعصى برين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنيتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله أقول رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يبتكم خيرا مما أخذ منكم يبتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله مظور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خلوا الله من قبل وأمكن منهم والله عليم الحكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إن لا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آروا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وآجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غيروا عجز الله وأن الله مخزن كابرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فعلموا أنكم غيروا عجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أذين إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينبصوكم شيئا ثم لم ينبصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشهر الحوم فاغتلوا المشركين حيث وجدتموهم حيث وجدتموهم وقذوهم وحصروهم واقعودوا لهم كل مر صدق فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ففلوا سبيلهم إن الله ظهور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمعك لأه الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقعوا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يرهر عليكم لا يرهروا فيكم إلا ولا بهم يرضونكم بأفواههم وتهبى قلوبهم وأكثرهم فاسعون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا قصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يركبون في مؤمن إلاهم ولا بهم وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم بالدين ونقصر الآيات لقوم يعلمون وإن نكذوا أيمانا من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم انتهون ألا تقاتلون قوما مكثوا أيمانا وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونكم الله أحب أن تخشوت إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعلمهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَبْتَعِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيْجَةَ وَاللَّهُ غَبِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حمقت أعمالهم وفي النارهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأمواء الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعزا أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرار كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستمرون عند الله والله لا يهذي القوم الظالمين الذين آمنوا وآجروا وجاهدوا في سبيل الله لأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورغوان وجنات لهم فيها نعيم نظيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحقوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسعين لقد نصرطوا الله في مراغن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كفرتكم فلم تغم عنكم شيئا وغاقت عليكم الأرض بما رحبتكم موليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَمُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَمَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُبْنِيكُمُ اللَّهُ بِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قاتلوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَلِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ مِنَ الَّذِينَ هُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَيَّدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيُّ إِذْنُ اللَّهُ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ بِنُوهُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُغَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُ اللَّهُ أَنَّا يُفَقُونَ اتَّقَذُوا أَحْبَارًا وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيْحَ عَبْنَ مَرْيْنَ وَمَا أُبِرُوا إِلَّا يَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إله إلا هو سبحانه عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يُضْحِبُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَغْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرْهَ الكَابِرُونَ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشرفون يَا أَيُّهَا الَّمِينَ آمَنُوا إِنَّ كَبِيرًا مِنَ الْأَحْبَالِ وَالْرُهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِنِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِنِ وَيَصُطُّونَ مَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّمِينَ يَكْنِزُونَ الْذَهَبَ وَالْفِرَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ هَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِآجِبَاهُمْ وَجُلُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوهُمْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم طلق السماوات والغرض منها أربعة حرم لأنك الذين القيم فلا تغللوا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله ممن مبتغين إنما النسيب زيادة في الكفر يضلغه الذين كفروا يحلونه عاما ويحلمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم منذروا في سبيل الله إذا قلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستهزل قوما غيركم ولا تررواه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وغيّدهم بجنود لم تروها واجعل كلمة الذين كفروا السؤلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خبافا وفقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحنقون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يحلكون بهم قزهم والله يعلم إنهم لكابقون عفى الله عن كلمة أمنت لهم حتى يتبين لك الذين صدروا وتعلم الكابلين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عالم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فذفرهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا بيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأرعوا خلالكم يأغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ارتغوا الفتنة من قبل وطلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن نجأ من ملاحيطة بالكافرين إن تصدك حسنة تسهم وإن تصدك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم برحوا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو هولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بهم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا بوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم خسالا ولا يأتون الصلاة إلا وهم خسالا ولا ينفقون إلا وهم كارمون فلا تعجبك أفوالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون ويحلقون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم غوم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مبارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلبزك في الصدقات فإن بعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخمون ولو أنهم ربوا ما آته الله ورسوله وقالوا حسب الله سيبتين الله من طرنه ورسوله إما بالله راغبون إنما الصدقات للفبراء والمساكين والعالمين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريطة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤدون رسول الله منهم عذاب أليم يحلكون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له نار جفن مخالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سوعة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزموا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذر طائفة بأمنكم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينحون عن المعروف ويقبرون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكبار لار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قرمة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خربوا أولئك حمقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتبكات أتتهم رسلهم بالبينا فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعرهم أولياء بعرهم يأمرون بالمعروف وينهون عن الأنكر ويقيمون الصلاة ويبتون الزكاة ويضيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خانين فيها ومساكن قيبة في جنات عدل ورضواد من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهل الكفار والمنافقين واغلغ عليهم ومقواه جهنم وبئس المصير يحلقون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وأموا بما لم ينالوا وما نقروا إلا أن أغناه الله ورسوله من قبله فإن يتؤه يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعفبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتادا من فضله لنصدقن وننكمن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معنبون فأعقبهم حفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله أما وعدوه وبما كانوا يكلمون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأظن الله علاه البيوت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسعين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأبوالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر فالنار جهنم أشد حر لو كانوا يرقمون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولم تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسعون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها بالدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سوعة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كون القول منهم وقالوا درنا نكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يرقبون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهلوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المهلحون أعذى الله لهم جنات تجريد تحتها الأمهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن له وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب خليم ليس على الضعباء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولهوا وأعينهم تفير من الدمع حزنا وأعينهم تفير من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنيان رضوا بأن يكونوا مع الخوال وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العليل العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا به وصل الله على محمد وآله الطاهر وإلى روح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان رحم الله يغبي ثواب الفاتحة وعلى الصلوات